بكثير من الاريحية المختلطة بالحذر استقبلت اسرائيل الرد الاخير لحركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا يتعلق بالافراج عن الرهائن ووقف اطلق النار في قطاع غزة وتعتقد مصادر اسرائيلية ان حكومة نيتنياهو تواجه خيارات حاسمة بعد رد حماس على مقترحات التهدئة في غزة بشروط غير مشددة ووصف مسؤولون في الجيش الاسرائيلي رد حركة حماس الاخير بانه افضل اقتراح تم تقديمه معتبرين انه بناء وايجابي ويوتح التقدم نحو مفاوضات مفصلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل الى اتفاق ونقلت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية ان وزير الدفاع يواف جيلاند قال في اجتماع مع عائلات راهائن اسرائيليين ان الاتفاق بشأن تبادل الاسرى بات اقرب من اي وقت مضى وكشف مسؤول امني اسرائيلي ان حركة حماس تصر على وجود بند يمنع تل ابيب من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الاولى من صفقة تبادل المحتجزين والاسرى بين الطرفين واوضح المسؤول ان هذا البند لن توافق عليه اسرائيل واضف ان هناك ثغورات اخرى في بنود الصفقة لم يتم اغلاقها بعد واشار الى ان الجيش سيواصل الضغط العسكري على غزة وابرزت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات مسؤولين امنيين اسرائيليين حاليين وسابقين ان كبار القادة العسكريين الاسرائيليين يريدون وقف اطلاق النار حتى لو ابقى ذلك حماسة في السلطة في الوقت الحالي واضفت الصحيفة ان هؤلاء القادة يعتقدون ان وقف اطلاق النار افضل وسيلة لاطلاق صراح الرهائن ويرون ان قواتهم المنهكة التي تعاني من نقص الذخائر بحاجة لاعادة تجميع صفوفها في حالة اندلاع حرب اوسع مع حزب الله اللبناني وفشلت المقترحات السابقة في تقريب وجهة النظر بين الطرفين المتحاربين بسبب اصرار حماسة على وقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من قطاع غزة فيما تسر اسرائيل على القبول بهدن مؤقت لحين القضاء على الحركة اشتركوا في القناة